بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات السنوية العامة والأزهرية دارسي مادة الفيزياء مرحبا بكم في هذا المساء مع برنامج عزيز علينا جميعا مدرسة على الهواء وجزء شيء جديد وجميل وتطبيئات على مسائل في منهج الفيزياء بادئ ذي بدء أحب أن أهنئ جميع شعب مصر الغالية العزيزة بقدوم عام جديد لعله إن شاء الله يكون سعيد ونرى فيه مصر في ثوب جميل جديد مع ما يتم من بناء وما يتم من إعادة مصر إلى وضعها الإقليمي والدولي والبناء الداخلي الذي نراه في كل مكان أتمنى أن يكون الكل بإذن الله في مصرنا الغالية سعيد بهذا العام الجديد ونشكر قيادتنا الغالية على هذه المجهودات والهمم العالية ثم أبدأ معكم اليوم بهمة عالية في تطبيئات على أجهزة القياس الكهرابي وإن شاء الله أعد لكم ما طلبه الكثير منكم من مسائل على أجهزة القياس كلها صورت كما أرسلت بل المسائل التي أرسلت بحثت عن مصادرها وصورتها المسائل بوضعها الأصلي مكبرة بحيث الكل يشعر وكأني أحل معه أو هو يحل معي بعينيه وأنا أحل بيدي ونتعاون معا سويا في التعامل مع رأس السؤال بدقة ووضوح ثم الإجابة ينبغي أن تكون واضحة موجزة دقيقة تعالوا نشوف مع بعض كيف نتعامل مع أجهزة القياس وأنا بتعامل مع أجهزة القياس سأعدي على أجزاء أجهزة القياس نظريا ثم أتعامل مع مسائلها تعالوا نتجول معا في مسائل الجلفانومتر ثم الأميتر ثم الفولت ميتر ثم الأوم ميتر ومع حل مسائله سأتطرق إلى التعليلات على الأوم ميتر بإذن الله أأمل أن تكفي الحلقة الكثير مما أعددته لكم اليوم نشوف مع بعض مسألة أولى على الجلفانومتر جلفانومتر ضمن المسائل اللي طوليبت وجات في مصر دور تاني 2015 جلفانومتر زو ملف متحرك أقصى زوية انحراف له 80 درجة طيب نركز مع كل كلمة فإذا مر به طيار شدته 30 ميلي أمبير كانت زوية الانحراف 60 درجة يبقى خلي بالك دي إيه دي وإيه دي من عندي زويتين أقول لك ده أقصى زوية انحراف يبقى دي سيتا ماكس بكم بتساوي 80 درجة طيب قال لما مر طيار شدته 30 ميلي أمبير كانت الزوية كذا يبقى داني حت الطيار وداني الزوية بتاعته أقدر أجيب الحساسية للجلفانومتر بتساوي سيتا على آي خلي بقى لك معايا في الحتة دي هنا بقول إيه سيتا زوية الانحراف اللي حدثت على الطيار اللي أحدثها يعني لو قلت سيتا داش وهنا آي داش تمشي سيتا 1 آي 1 تمشي يبقى الزوية على الطيار اللي أحدثها طيب يبقى هتساوي سيتا اللي مر الزوية الانحراف الفعلية كانت كام 60 لما مرت الطيار كام 30 ميلي أمبير 60 على 30 فيها اتنين يبقى أقدر أقول إيه اتنين درجة لكل ميلي أمبير أنا كده جبت الحساسية ده أول طلب طب شاكرين الطلب التاني بقى عايز أقصى طيار يتحمله طب أجيب منين أقول له هو ودني أقصى سيتا أهي سيتا العفريتا يبقى أقول له الحساسية أيضا تساوي زي ما قلت سيتا على الطيار اللي أعمله طيب أقصى زوية يبقى سيتا ايه ماكس على اي اي ماكس جميل هتساوي سيتا ماكس اللي بيتكلم عنها أقصى طيار يتحمله الجالفانومتر اسمه ايه اي جي طب الحساسية معلومة بكام باتنين ودول فيهم معلوم وفيهم مجهول يبقى أقول إذن اتنين تساوي تامانين اللي هي سيتا ماكس اللي أنا اتكلمت عنها على اي جي يبقى إذن اي جي هتساوي تامانين على اتنين أقف هنا انت آيل في الحساسية هنا ايه درجة لكل ميلي أمبير يعني الآياية اللي هنا أو هنا بايه بالميلي أمبير بايه بالميلي أمبير يبقى في الحالة دي اي جيها تساوي ايه تامانين على اتنين باربعين ميلي أمبير جميل ده طلب ايه ها الطلب التاني الطلب التالت بيقول لي اقصى طيار يمكن ان يقيسه الجهاز اذا وصل ملفه بمجزء طيار مقاومته واحد من مية من مقاومة ملفه وأحب أن ألفت النظر أيضا إلى الجميع أن عدد الأفكار المطلوبة كتير أتمنى أن يكفيها الحلقة فإن شاء الله أنا مش هاخد بريك وإن شاء الله ما فيش أي أطعي للحلقة زي ما أنتو طلبتو فيه مئات الطلبات اللي طلبت كده بإذن الله لحد ما نبقى حاسين أن احنا مخلصين تمام سابقين تمام أي طلبات بعد كده وقفت معاكم جهزوها ابعتوها اللي ما يتحلش ابقوا بعثوا بعد كده تاني طيب يبقى إذن جبنا آي جي قال لي اوجد أقصى طيار يقيسه بعد التعديل أقصى طيار يقيسه بعد التعديل اللي هو آي أميتر بعد ما بقى إيه عند تحويله إلى أميتر حيبقى طار لهيئسه إيه اسمه آي طيب يبقى لازم هاستخدم مجز جميل اللي هو ر اس بكم ر اس قال لي استخدمت مجز من أبو كام واحد من مية قوم قال لي لا مش واحد من مية قوم واحد من مية من مقاومة ملفه يبقى واحد من مية ر جي ده المطب التاني اللي في المسألة يبقى الار اس اللي هنا مش واحد من مية قوم ده واحد من مية من مقاومة ملفه أقول له حاضر قانون المجز ر اس بتساوي اي جي ر جي على اي ناقص اي جي جميل هيا بنا نلعب ماشي ماشي يبقى هنا الار اس واحد من مية ار جي على واحد بتساوي اي جي جبناه اللي هي اربعين ميلي اربعين فعشرة والص ناقص تلاتة في ار جي حاسبها زي ما هي على اقصى طيار هو عايزه اسمه ايه اي ناقص اي جي اربعين ميلي اربعين فعشرة وص ناقص تلاتة في اربعة من مية حابدأ ألعب أشطب دي معدي جميل جميل يبقى هنا واضرب طرفين ووسطين طرفين ووسطين يلا معايا يلا معايا يبقى اربعين فعشرة وص ناقص تلاتة في واحد اللي هي اربعة من مية جميل بتساوي هنا واحد من مية في اي يبقى واحد من مية اي ناقص واحد من مية فاربعة من مية باربعة فعشرة والص ناقص اربعة جميل يبقى واحد من مية اي هتساوي دول هجيبهم بالموجب كده يبقى اذا واحد من مية اي هتساوي نجمع دول ها هتساوي كام اربعة من مية اقدر اكتبها ايه اربعة في عشر قص ناقص اتنين جميل وممكن اخليها ربع مية في عشر قص ناقص اربعة طيب ليه عملت كده عشان اجيب دي يبقى بنفس القص زائد اربعة في عشرة قص ناقص اربعة طيب نطلع شوية كمان بص معايا كده يبقى الاي بتساوي الناتج ده على ده على كم على واحد من مية يلا معاي ربع مية في عشرة قص ناقص اربعة زائد اربعة في عشرة قص ناقص اربعة بقت ربع مية واربعة في عشرة قص ناقص اربعة على واحد في عشرة قص ناقص اتنين ولا تتخذ ربع مية واربعة سيبها زي ما هي عشرة واحد هنا تحت من مية يعني واحد في عشرة وصول نقص اثنين تطلع فوق بموجب اثنين موجب اثنين وسالب اربعة يبقى سالب اثنين امبير طيب معنا كده حط العلم بعض رقمين يبقى هتساوي ايه اربعة ها واربعة من مية امبير الله طلع الطيار بكامل ها باربعة وكامل واربعة من مية امبير ده اقصى طيار اذا كده اتحلت هفكرك بالمسألة من تاني باجاز شديد يبقى هنا لان انا مش بفكر معاك ان انا حل مسألة لا انا عايزك تتمرن معايا ازاي انت تحل مسألة انت خدت المعلومة من هنا مين سيتا دي سيتا دي ايه اقصى زوية انحرفيبا دي سيتا ايه ماكس بكم بتمانين درجة طيب لكن لما مر طيار عند حتة ايايا قدرها تلاتين ميلي كانت الستايا اللي معاها ستين يبقى الحساسية بتساوي السيتا على الاي اللي عملتها السيتا كام ستين الاي كام ها تلاتين بس تلاتين ايه تلاتين ميلي امبير لا تنسى وحدة القياس ستين على تلاتين باتنين فوق دي بالدرجة يبقى نقول درجة تحت بايه بالميلي امبير يبقى درجة لكل ميلي امبير طيب هذي الحساسية حيلعب عليها تاني يلعب تاني ازاي اللي من هذه المعلومة اوجد اقصى طيار يتحمله الجلفانو متر اقول له حاضر اقصى طيار يبقى يعمل اقصى انحراف يبقى اقصى زاوية اللي هي دي اقول له نرجع للحساسية من تاني يبقى الحساسية بتساوي لمين للجالفانو متر وخلي بالك كل حتى هتقبلني يعني في حساسية للجالفانو متر في حساسية الاميتر هنتكلم عنه في حساسية الفولت ميتر هنتكلم عنه طيب يبقى هنا هتساوي السيتا على ايه على الاي طب خلي بالك اي سيتا على اي 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 سيتا على الاي بتاعته طب انا هاخد سيتا ماكس سيتا ايه ماكس يبقى الاي بتاعتها اسمها ايه اي ماكس واحد بيقول لي اي ماكس اسمها ايه اسمها اي جي بس كده هعوض بقى يبقى الحساسية امه اتنين درجة لكل ميلي أمبير بتساوي بتساوي ايه بتساوي سيتا ماكس اللي هي 80 درجة على اي جي جميل طيب دي بالدرجة يبقى ده لازم يبقى بالميلي أمبير يبقى اذا الاي جي هتساوي 80 في واحد لو اسمت دي على واحد على اثنين هتساوي ايه 40 ايه ميلي أمبير كده كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه طيب النقطة التانية الهامة جدا ايه قال عايزة حوله الى اميتر لتحويله الى اميتر حندمج ايه مجزق طيار اللي هو ار اس على التوازي يعني حتى لو طلب منك الرسم يبقى دي المقاومة ار جي هحط معها مجزق ار اس حيبقى الجهاز ده بقى اسمه ايه بقى اسمه اميتر ودي التدريج جميل طب نركز بقى معايا هو عايز مين عايز اقصى طيار اللي هو اي كله اللي هيجزق حبة فوق وحبة تحت او ما اقول له عندك الخيار ايه اما نقول ان الار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي هذه هي علاقة ونحل بيها او نلعب بقانون الحساسية بتاعت الاميتر بقى اميتر اي جي على اي بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي نجيبها كده نجيبها كده هي كده تعالى نلعب بالاتنين نلعب بالاتنين هيا بنا نلعب يلا ار اس قلب كم واحد من مية ها ار جي يبقى اقدر اكتبها واحد من مية او واحد على مية في ار جي بيساوي اي جي جبناها كم اربعين ميلي امبير اربعين فعشرة والصناقس تلاتة في ار جي على اي اللي هو عايزها ناقص اي جي اللي هي اربعين فعشرة والصناقس تلاتة اللي هي اربعة من مية اقدر اكتبها بكل الاشكال هي هي شيل بقى الار جي مع الار جي جميل اضرب طرفين ووسطين هاضرب طرفين ووسطين مية في دول جميل اربعين فعشرة والصناقس تلاتة في مية باربعة بتساوي نضرب واحد في دول اي نقص كم اربعة من مي جميل جميل يبقى اذا اي دي الوحدها بالموجب هتساوي هنقل دي النحية التانية بالموجب اربعة زائد اربعة من مي يبقى اربعة واربعة من مي هتساوي كم اربعة واربعة من مي امبير طب نحلها بالطريقة دي اه وماله اي جيب كم اربعين في عشر اصناق ثلاثة اللي هي اربعة من مي على اي كلها اللي هو عايزها بتساوي ار اس واحد على مية ار جي يبقى واحد من مية ار جي على ار اس واحد من مية ار جي زائد ار جي جميل يبقى اربعة من مية على اي بتساوي فوق بكم بواحد من مية ار جي طب ما انت عملتش حاجة تعالى نجمع دول بقى واحد من مية ار جي زائد ار جي بقت بواحد وواحد من مية ار جي بس كده بس كده نشيل دول مع بعض في مشكلة ما فيش مشكلة هضرب فوق وتحت في مية هضرب هنا في مية بقت بواحد وهنا في مية بقت بكم بمية واحد بس كده بس نضرب طرفين واسطين يبقى الاي بتساوي بتساوي ايه اربعة من مية في مية واحد بقت باربعة واربعة من مية امبير اذا تحل بكل الطرق جميل طب تعال نشوف بقى مسألة اختها الصغيرة جالفانو متر مقاومته واحد وعشرين ام يدل القسم الواحد من تدريجه على خمسة وعشرين ميلي امبير فاذا وصل ملفه بمجزق مقاومته سبعة من مية ام احسب شدة الطرق التي يدل عليها القسم الواحد جميل جميل ما ننخضش في الحالة دي بقى سواء الدني عدد الاقسام الكلية او مدهنيش باعتبر باعتبر للقسم الواحد هي اي جي ده قبل التعديل وبعد التعديل اقصى قراءة تبع اي كلية اذا اصبح عندي اي جي واي كلية اعتباريا يبقى نعتبر ان دلالة القسم القسم قبل التعديل تساوي اي جي ودلالة القسم بعد التعديل تساوي اي كلية وانا لعب كما تشاء ر اس اللي احنا عايزين ها ر اس بتساوي اي جي ر جي على اي ناقص اي جي هو عايز مين عايز ها دلالة القسم بعد التعديل عايز اي دي ألعب بالقانون ده واحد يقول لي طب انا مش عايز ألعب بي عايز ألعب بال اي جي على الاي اقول له تلعب كده تلعب كده هي كده تعالى نلعب بالاتنين تعالى نلعب بالاتنين يلا بينا هنا ر اس بمجزء مقاومته سبعة من مي يبقى ر اس بسبعة على مي بتساوي اي جي خمسة وعشرين ميلي امبير خمسة وعشرين خلي بالك هنا اقدر احول واقدر محولش لانها نسبة بس بشرط شرط ايه ان اللي هحطه هنا بالميلي يطلع الطير في النهاية بالميلي يبقى خمسة وعشرين في ار جي اللي هي كان بواحد وعشرين على اي كلية اللي هو عايزها ناقص اي جي خمسة وعشرين بس كده على السبعة فيها الواحد على السبعة فيها التلاتة يبقى تلاتة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين خمسة وسبعين في مية بكام اهدي خمسة وسبعين وجنبهم اتنين زرازير بتساوي اي ها ناقص خمسة وعشرين يبقى الاي لوحدها هنقل دول بالمجب يبقى اذا اي هتساوي سبعة تلف وخمسمية ميلي امبير زائد خمسة وعشرين ميلي امبير هتساوي كام سبعة تلف خمسمية خمسة وعشرين ميلي امبير طب لو عايز اجيبها بالامبير اقسم على الف بقت سبعة وعلامة خمسة اتنين خمسة امبير شفت اهو كلام جميل خاص طب عايز تحلها بالطريقة دي وماله اي جي بكام ها خمسة وعشرين ميلي امبير خمسة وعشرين لو حطيتها بالميلي هتطلع الاي بالميلي طيب على الاي هتساوي الار اس بكام بسبعة من مي على الار اس بسبعة من مي زائد ارجي بواحد وعشرين جميل يبقى هنا هقسم على السبعة ماشي في الطرفين في الطرفين طيب هقسم هنا على السبعة فيها الواحد من مي وهنا على السبعة فيها الواحد من مي وهنا السبعة فيها الثلاثة خلاص يبقى خمسة وعشرين على i بتساوي واحد من مية على ثلاثة وواحد من مية اقدر اضرب البسط والمقام في كم ها اقدر اضرب هنا في مية وهنا في مية بقت في النهاية واحد على تلتمية وواحد يبقى ال i بتساوي ها تلتمية وواحد في خمسة وعشرين تلتمية وواحد في خمسة وعشرين بسبعة تلاف خمسمية خمسة وعشرين ده بالميلي امبير يبقى بتساوي بالامبير ايه سابعة علامة خمسة اتنين خمسة امبير الله طيب يبقى انت هنا بتلاحظ معايا ان الحكاية في منتهى البساطة وده اللي انا هحاول اعمله على طول تعالى نشوف كده ايه المطلوب لبعد كده بقولك هنا شوف كده المسألة دي وجات في مصر الفين وسبعة طلباتكم معظمها طلبات مسائل امتحانات ايه ده دايرة كهربية تتكون من بطارية مقاومتها الداخلية واحد ام تتصل بمقاومة سابتة خمستاشر ام زي ما انت شايف كده وجال فانو متر مقاومته عشرين ام اوجد النسبة ايه بين الطيارين المرين في الدائرة قبلة وبعد توصيل ملف الجالفانو متر ده ها بمجزق قيمته كذا اقول له يعني هنلعب على مرتين ادي اول مرة وهعمل دايرة تاني مرة يبقى هنتعامل كدائرة كهربية مغلقة عادية ايه اولا قبلة دمج المجز يال ار ها داش خارجية اولا بتساوي دول توالي الاتنين خمستاشر اللي هي ار زائد ارجين هتساوي خمستاشر زائد عشرين هتساوي خمسة وتلاتين ام ثانيا اي مرة اولا بتساوي ال في بي على ار خارجية وان زائد ار داخلية في بي ما عرف هاش هسيبها زي ما هي على ها خمسة وتلاتين زائد واحد يبقى اذا اي وان بتساوي في بي على ستة وتلاتين وسمي دي رقم واحد طيب ثانيا ايه حدمج بقى تعالى ندمج ندمج ايه مجزق ادي الدائرة هي هي ما عملتش اي حاج وجيت عند الود مجزق جالفانومتر ده وروحت موصل معه مجزق تحت بكم قال لي مجزق من ابو خمسة او يبقى ار اس هنا بكم بخمسة والار بتاعته اللي فوق بكم بعشرين والمقاومة ار ثابتة المقدار لم يحدث لها اي تغير يبقى الار هنا لام وخمستاشر طيب ار ها داش تو خارجية كلية ثانيا هتساوي ايه قال لي خلي بالك ده دول مقاومتين توازي اللي يطلع منهم يتصل معا دي توالي يبقى هيساوي ار زائد دول اتضرب على المجموع ار جي في ار اس على ار جي زائد ار اس هيساوي ها خمستاشر زائد عشرين في خمسة بمية على عشرين زائد خمسة بخمسة وعشرين مية على خمسة وعشرين باربعة زائد خمستاشر بتسعتاشر قوم جميل يبقى اذا ال اي تو كلية ثانيا هتساوي ال في بي على الار داش تو زائد ار هتساوي في بي على دول بكام بتسعتاشر زائد واحد يبقى طلعنا بعلاقة ال اي تو بتساوي في بي على عشرين دي رقم اتنين خلصت خلصت عايز اي عم العايز نسبة بين الطر اولا الى ثانيا اقول له اذا اي اولا على اي ثانيا هتساوي الجزء بتاع اولا ده اهو في بي على ستة وثلاثين على ثانيا هحول الاسم لضرب وقلب يبقى عشرين على الفي بي جميل الفي بي هتروح مع الفي بي عشرين على ستة وثلاثين دي على الاربعة فيها الخمسة ودي على الاربعة فيها التسعة طلعت النسبة خمسة على تسعة خلصت وهو فعلا الناتج سناتها طلع كده طيب كلام جميل خلص عايزين نشوف بقى مسألة من العيار التقيل تقيل 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 طب نعلى بيها شوية كده ونخليها بين لنا بأجمل ما يكوف اهو بقول في المسألة هنا بص معايا كده جالفانه متر مقاومته عشر او ماله واقصى طيار يمكن ان يقيس اربعين ميلي امبير جميل خالص وصل بمجز ار اس ثم وصل في الدائرة في دائرة كهربية تحتوى على مقاومة تمانية اوم وعمود كهرابي قوته كذا اقول حضر يعني لازم نرسم الدائرة نرسم الدائرة ادي عمود كهرابي واد المقاومة امه تمانية اوم ها واد الجالفان ومتر اللي بنتكلم عنه اهو اللي مقاومته عاشر اوم تمام جميل والقوة الدفع هنا في بي مهملة المقاومة الداخلية اي بل في بي هنا بتسوي واحد ونص والار داخلية بتاعتها بزير طب اي الفايدة يبقى القوة الدفعة اللي هنا هي فرق الجهد الخارج الكل وده اهم حاجة في المسألة وعندما اغلقت الدائرة وصل هنا مجز من ابو كام ما ده نيش اهو ار اس وعندما اغلقت الدائرة ها وصل الجالفانومتر الى تلت اربع تدريجه طيب يبقى هنا عايز يقول ان الطيار اللي عدى هنا في الحالة الاولى حسميه اي وان جميل جميل بعض الناس يقول عليه اي جي اقوم اقول تحفظه وتوقفه اي جي هو اقصى طيار يتحمل الجالفانومتر اللي مر طيار خلى المؤشر انحرف الى التلاتة اربعة يبقى ايوان اللي مر هنا في الجالفانومتر فقط بيساوي تلاتة على اربعة من طيار العزمة من اي جي بتاعته في اربعين ميلي امبير هاول في عاشرة والصناع الثلاتة دي على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها العشرة بقى التلاتة فعشرة قسمو جاب واحد وسلب ثلاثة سلب اثنين يعني تلاتة من مية امبير جميل جميل يعني تلاتين ميلي امبير ايه المطلوب احسب قيمة المجز اقول له حاضر ما تخضنيش انا عندي فرق الجهد الكل من البداية للنهاية كله بواحد ونص كله بكم بواحد ونص طيب انا خدت هنا ايه انا خدت هنا حيط الطيار معلومة المقدار كام تلاتة من مية امبير يبقى فرق الجهد اللي فوق هنا كام يبقى في جي داش فرق الجهد للجال فانو متر وهيقول لي هو هو نفسه بتاع اللي تحتها فعلا يسوي الفي اس يسوي ايه ايه اي وان في ارتها في ارجي كل حتة فرق جهد بتاعها بيسوي ايتها فارتها هو نفسه بتاع اللي تحت بس انا لانا عارف ايتها ولا عارف ارتها اسبها كده زي خبتها ملاش داعو يلا بينا يبقى انا عايز احسب ايه دلوقتي الفرق الجهد اللي فوق بيسوي ايوان اللي جبتها ليه 3800 في ار جي بكام بقى عشر طلع فرق الجهد كام 3 من 10 فولت طب جبت دا ليه قال عشان انا عارف ان فرق الجهد الكل هو قوة البطارية 1.5 فولت انا خدت الحد هنا كام 3 من 10 فولت يبقى المقاومة دي تاخد الباقي ولا لا يبقى ال vi ar تاخد باقي المقدار 1.5 يبقى اذا ال vi ar فرق الجهد بين طرفي شوفوا انا بحدد ازاي المقاومة 8 اوم وانت تحدد كده في الامتحان فيش حاجة اسمها انا اقصد لازم تكتب ما تقصده هتساوي هتساوي ايه بقى هتساوي ال vi بي كلها ناقص الحد اللي انا خدتها يبقى تساوي ال vi بي ناقص ال vi g داش ليه سمتها كده لانها ليست vi g هي فارج من طرفي جل في هذه اللحظة في هذه الحالة هل طياره هو اقصى طيار لا يبقى vi بتاعته مش اقصى vi جميل جمال ملوش مثال تعال نشوف ايه اللي هيتقال يبقى هتساوي واحد وخمسة من عشرة ناقص تلاتة من عشرة هتساوي واحد واثنين من عشرة فولت كده انا جبت ايه بقى فارج جود اللي هين انت بجيبه ليه ما طلبوش اقول له ما طلبوش لكن انا بقدرش استغنى عنه اقول له ما قدرش استغنى عنك ليه غالي عندك قوي اقول له ما قدرش استغنى عن ال vi ar عشان منها هعرف الطيار طيار ايه الطيار اللي هو ماشي هنا اللي هو ماشي فين ماشي في ال r يبقى هيساوي ال vi ar على قيمة هذه ال r هيساوي واحد واثنين من عشرة فولت على المقاومة تمانية اتناشر على تمانية بواحد ونص وفي علامة يبقى خمستاشر من مية امبير اصبحت تعلم الطيار كلي ده كلي وارف الطيار اللي عده فوق عارف يبقى ده راح سيب اللي عده تحت اه يبقى ده راح سيب ال i is يبقى اذا ال i is بتساوي ال i ناقص ال i one اللي مر في الجالفانومتر هتساوي ال i بخمستاشر من مية ناقص ال i one اللي عدت فوق بتلاتة من مية هتساوي اتناشر من مية امبير كده بقيت عارف ال i is واي كمان وعارف ال v بتاعتها لان v هتها هي v بتاعت اللي فوقها يبقى قوله خلي بالك يبقى r s اللي انت عايزها بتساوي v s على i s v s هي ال v g جبنا بكم ها بتلاتة من عشر على ال i s بكم ب اتناشر من مية ما تتخضيش خليها تلاتين من مية تلاتة من عشر تلاتين من مية شيل العلامة مع العلامة تلاتين على اتناشر تلاتين على اتناشر باتنين ونص او خلصت اذا المسألة ادلعت وكل بيبص ومفيش اي اي ارقام فيها اي اشكال كل اللي عملته اي اعتبرت هذه الدائرة دائرة مغلقة عادية لا تنزعج بان انا عندي جلبانومتر وحطيت معها مجاز جميل جميل قد يعتبر البعض ان اي جي هي الطار الماشي فوق يقدر يلعب بالقانون بتاع المجاز مجازا وليس الزاما وليس هو الاصل اي جي بتسوي كام لان دا مش اقصى طيار اعتبر كام 3 من مية وان مقاومة الار جي معلومة بتسوي عشرة وان الاي كلية جبناها معلومة ب15 من مية ويلعب ويقول ر اس بتسوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي اي جي ار جي اللي هي الفي جي اللي حصل الضرب الطيار في المقاومة 3 من مية في عشرة بتلاتة من عشرة على اي ناقص اي جي 15 من مية ناقص 3 من مية اللي هم ب 12 من مية ونقسم دول على بعض تطلع ب2 ونص هذا اعتبار وكأننا بنشحة القانون ده عندنا هنا المرات طيب نشوف فكرة اخرى جديدة بس فيها لعب شديد ايه هيا بنانا لعب يلا بي ايه ده ايه الطلبات دي بقى والاشكال دي دي اشكال مسائلكم اللي طلبتوها بنفس الكتب اللي خدتوها تعالوا نشوف كده وبكبر لك ايه باستغل المالتي ميديا في ان انا اطبع وكبر الصور في الشكل اللي عندي ده جال فانو مترا هو جميل جمال ملوش مثال متوصل على التوازي بطريق تحته بفرعين تحت على التوازي اهم ادي فرع عنده مفتاح كي تو و ادي فرع عنده مفتاح كي وان ودي مقاومة باتنين اهم ودي مقاومة باربعة اهم ايه بقى انك دي اللي انتو عايزين تعال نشوف بقول هنا عند غلق المفتاح كي وان قالت الحساسية الى الربع هلعب على دي حساسية الاميتر لان لما حط مجزق بقى اسمه اميتر بقت بتساوي واحد على اربعة الحساسية بتساوي ايه بتساوي اي جي على اي بتساوي ايه بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي انا ما جبتش حاجة من عندي ممكن العب على دول ممكن وممكن العب على الرقم ده وقانون المجزق العادي ينفع ينفع قال لي ايه بقى اول ما عملت كده اصبح الجهاز صالحا لطيار اقصى نص واصبحت في هذه الحالة اي كلية اولا بتساوي نص امبير يبقى تخلي بالك الار اس في الحالة الاولى ار اس اولا اللي من الرسم بتساوي اتنين اوم والاي اولا بنص امبير والحساسية بربع يلا بنا نلعب يبقى هقول له بقى اي جي على اي اللي هي من الحساسية حتساوي ربع حتساوي ار اس وان ها على ار اس وان زائد ارجي في مشاكل مفيش مشاكل طيب نلعب يبقى هنا انا هلعب على دي على جبهتين حابة يمين وحابة شمال تعال نلعب حابة كده وحابة كده ايه انا هجيب له المجهيل المجهيل اللي هنا ارجي وامل المجهيل اللي هنا اي جي هجيب لتنين بمزاق خالص يلا نعوض في دي كده يلا نعوض في دي يبقى اضرب طرفين ووسطين اربعة ار اربعة في ار اس 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 وان بيكان باتنين اربعة في اتنين بتساوي واحد في ار اس بار اس اللي هي اتنين زائد ارجي هنقل دي بنقص اذا ارجي هتساوي تمانية نقص اتنين بستة اوم تعال كده معي اهو هنلعب على دي هعوض عندي شوف كأني حطت واحد على اربعة بتساوي الار اس في الحالة الاولى بكام باتنين اهو على اتنين زائد ارجي ده ربط طرفين ووسطين وحلت هلعب على دي الحساسية واحد على اربعة بتساوي اي جي على اي طيب الاي معلومة اقل بنص يبقى الاي جي بتساوي اي على اربعة بتساوي نص على اربعة بتساوي مية خمسة وعشرين من الف امبير كده جبت الاي جي ده انا كده ايه بس سلة تعال نسلة بقى ونبدأ نحسب ايه جد احسب اقصى طيار يمكن قياسه وكذلك مقاومة الجهاز جهازك كل عند غلق كتو يبقى عند غلق كتو فقط عند غلق كتو فقط بقت الار اس بكام المقاومة اللي تحت يبقى ر اس تو باربعة اوم جميل جميل طيب بقت عارف دي وعارف اي جي اقول له حاضر يبقى خلي بقى اي جي على اي هتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي جميل هنا في الحالة دي ياتي بقى ار اس اسمها ار اس تو والاي والاي الجديد اي تو كله بقى سابت اي جي بقى معلومة اي جي بتساوي مية خمسة وعشرين من الف على اي تو اللي انا عايزها هتساوي ار اس تو باربعة على اربعة زائد ست هتساوي اربعة على عشر جميل يبقى الاي تو اقصى طير ثانيا حيساوي عشرة في دول على اربعة يبقى الاي تو ثانيا هتساوي عشرة في دول بكام بواحد وربع على كام على اربعة واحد وربع على اربعة اهو واحد وخمسة وعشرين من مية على اربعة هتطلع بكام بعلامة تلاتة واحد اتنين خمس اهو ايه امبير يبقى دا اقصى طير في الحالة التانية طيب قال لي ايه اوجد مقاومة الجهاز الجهاز ككل اللي هي مقاومة الاميتر الجهاز ككل مش هو مقاومة انت وازي يبقى ار اميتر بتساوي ار اس في ار جي على ار اس زائد ار جي هتساوي الار اس طلعت بكم في الحالة دي باربعة في الار جي بكم بستة على اربعة زائد ستة اربعة في ستة باربعة وعشرين على عشرة باتنين واربعة من عشرة ار واربعة ده جزء ايه قال لي طيب ده في الحالة ايه عند غلق مين غلق ك ها تو فقط قال لي انا عايزك تلعب نفس اللعبة لما اغلق ك وان وك تو اقول له حاضر يلا نطلع بقى فوق هاغلق ايه ك وان وك تو بقوا دول مقاومتين مع بعض توازي هم المجزة يبقى ار اس الجديدة اس تلاتة بتساوي اه اتنين فاربعة على اتنين زائد اربعة اتنين فاربعة بتمانية على ستة يعني اربعة على تلاتة اوم جميل عايز ايه عايز نلعب يلا يبقى اي جي على اي بتساوي الار اس الجديدة ار اس تلاتة على ار اس الجديدة زائد ار جي كلام بسيط طيب اي جي بكام جاي بينها احنا بنبدري او بكام بمية خمسة وعشرين من الف اهي معلومة معلومة على اي جديدة اللي هي اي كام اي تلاتة بتساوي ار اس الجديدة بكام باربعة على تلاتة اهي على اربعة على تلاتة زائد ستة ستة اللي هي تمنتاشر على التلاتة المقام بقى موحدة اضرب فوق وتحتف تلاتة راحت بقيت اربعة على اتنين وعشرين يعني اتنين على احداشر يبقى اي تلاتة حضرب حداشر في مية خمسة وعشرين من الف على اتنين يبقى اي تلاتة بتساوي طلعت بتساوي علامة ستة تمانية سبعة خمسة امبير طيب عايز المقاومة الكلية يبقى المجزء لعندي اللي هو بكام باربعة على تلاتة هضربه في الار جي ضربة على المجموع جميل يبقى هضرب اربعة على تلاتة في الار جي مستة اربعة على تلاتة في ستة بتمانية تمانية على اربعة على تلاتة زائد ستة باتنين وعشرين على التمانية يبقى هتطلع المقاومة اللي عندي بواحد صحيح وتسعة من مية يبقى ار اميتر جديد بتساوي ار اس تلاتة في ار جي على ار اس تلاتة زائد ار جي هتساوي واحد وتسعة من مية اوم الله ده كلام جميل خلص طب ممكن بقى يديني المسألة بشكل زي ده كده قريب من ده وفيه لخبطة تانية اه وده اللي اتطلب في المسألة اللي بعدها نشوف كده ونحله مع بعض يبقى هنا بمنتهى المزاج قال لي نفس اللي فاتت هو الجالفانومتر هو بنفس ايه على رأي ايه الراحل اسماعيل ياسين هو بغبوته ووشه العكر هو الجالفانومتر طيب بيقول لي هنا في الدايرة دي عند غلق كي وان ده كي وان قلت الحساسية للنص احسن ماذا تقول اليه الحساسية بتاعت الجهاز لما نغلق كي تو فقط مرة ولما اغلق لتنين مرة اقول له حاضر بص معايا كده ها عند غلق كي وان تصبح الحساسية تساوي نص تساوي ايه اي جي على اي تساوي ايه ار اس على ار اس زائد ار جي خلي بالك هنا الار اسم الدهاني بار يبقى المجهول ار جي فقط فقط يبقى نص بيساوي ار على ار زائد ار جي اضرب طرفين ووسطين يبقى اتنين ار بيساوي ار زائد ار جي هنقل دي النحية دي باتنين ار نص ار بتساوي ار جي باتنين ار جي بتساوي ار هنقل دي كده يبقى ار بتساوي ار جي طيب جميل يبقى انا عرفت ان ار جي معلومة بكام خلصنا منها قال له طيب احسب ما تقوله اليه الحساسية عند غلق كي تو فقط اقول له حاضر عنده غلق كي تو فقط طب عنده غلق كي تو فقط بقت الايه الار اس بكام باللي تحت يعني اللي تحت بس هي اللي ادمجت بص كده لما اقفل ده فقط وده مفتوح يبقى بقى اللي متوصل على التوازي مع الجالفانومتر هو مين اللي اتنين ار فقط يبقى ار اس ثانيا تو بتساوي اتنين ار وار جي معلومة بكام بار اقول له حاضر الحساسية للاميتر الجديد بتساوي ار اس الجديدة على ار اس زائد ار جي نعوض ار اس الجديدة باتنين ار على ار اس باتنين ار زائد ار يا سلام بقت دول بقوا تلاتة ار كم تلاتة ار وفوق اتنين ار حشيل ار مع الار بقى الناتج اتنين على تلاتة ادي الحساسية في الحالة دي وفعلا الناتج طلع مصبط طيب قال لي عنده غلق الاثنين مع بعض غلق الاثنين مع بعض يبقى الاثنين دول بقوا توازي اهو يبقى عنده غلق كي وان و كي تو وعايز تتعلمه مني النظام في التعامل مع المسائل والارقام غلق الاثنين دول معا تصبح الار اس الجديدة هسميها ار اس تلك بتساوي مين مقاومتين توازي الضرب على المجموح ار في اتنين ار على ار زائد اتنين ار بقى عندي هنا كم فوق اتنين ار تربيع ما تتصرعش وتحت تلاتة ار اتنين ار زائد ار تلاتة ار حشيل ار مع التربيع بقت في النهاية اتنين على تلاتة ار دي المجزء الجديد الجالفانو متري زي ما هو يبقى الحساسية الجديدة حساسية الاميتر حاضر حساسية الاميتر الجديد حتساوي حتساوي ايه؟ حتساوي ار اس الجديد على ار اس زائد ار جي ولا تتخض خالص ار اس طلعناها بكام؟ اتنين على تلاتة ار جميل جمال ملوش مثال على ار اس اتنين على تلاتة ار زائد ار يا حرام الار دي مش تنفع تبقى تلاتة ار على تلاتة تمشي تمشي يبقى هتساوي فوق اتنين على تلاتة ار تحت اتنين على تلاتة ار زائد تلاتة على تلاتة ار بقت خمسة على تلاتة ار شيل الار مع الار بقت اتنين واضرب فوقه تحت في تلاتة بقت بتساوي اتنين على خمسة شفت الجمال اتحل الإشكال في الحال وهنا أصل بكم إلى فاصل قصير ثم نواصل بعد ذلك الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعالوا نشوف مع بعض مسائلنا الجميلة من طلبنا الغاليين والمسائل ذات الملاحظات التي تستحق التقدير هنا هذه المسالة طلبت أكتر من مرة بيقول لي في هذا الشكل ده تركيب جهاز أميتر ماله بالشكل ده ايه الشكل البقس ده؟ تعالوا نشوف أنا عندي جالفانو متر أهو ما تتخضش يمشي معاه من غير ما تتخض واحدة واحدة وقادي طرف وقادي الطرف التاني للجالفانو متر أهو وعنده حطين إشارة مجابي بقادي مدخل الطيار ومخرج الطيار وروحنا حطين طبور المقاومات ده أدي مقاومة أروان جنبها مقاومة أرطو جنبها مقاومة أرطلاتة وفي نهايات أطراف أهيه بالشكل ده A B C ونقطة هنا X إيه يا عم؟ خلي بالك ده كنا زمان بنسميه وهو ده اللي موجود في جهاز الأفو ميتر اللي بنشغل بيه عملي الأفو ميتر بيبقى فيه مفتاح تلاقي رنج كده وانت بتستخدم يقولك إيه هستخدم D C 2 أمبير يعني إيه؟ يعني هيئس لطيار مستمر لحد 2 أمبير D C لحد 100 ملي أمبير يبقى هيئس طيار لحد 100 ملي أمبير D C لحد 2 ملي أمبير يبقى هيئس الله طب والمفتاح ده بيعمل إيه؟ بيلعب جوه بيلعب مع اختيار مجزء الطيار يبقى هنا بدأنا حطين جوه مجزئات والمفتاح بيختار مجزء الطيار اللي عليه العين ومقاومته هي دي الأر اللي هشتغل عليها تعال نشوف فبقول لك بقى هنا عنده توصيل X مع إيه؟ يبقى أنا هلعب أول حاجة مع إيه؟ أهو إيه اللي هيجرى؟ دي اختيار رقم واحد قال لي أصبح الجهاز يقرأ لحد 25 و 500 أمبير يعني السلام ده كان كامل أي جي بتاعته كان 50 ملي أمبير جميل وعنده توصيل X مع بيه الاختيار التاني أهو هلعب كده أصبح يقيس طيار لحد كام 5 و 500 أمبير أقول له غالي والطلب رخيص ما تخضناش إحنا ما بنخافش طيب جميل وبعدين وعنده توصيل مع C الله ده C هنا دي معلومة الأر تلاتة معلومة قال لي احسب أقصى قراءة في الحالة دي عايزين I كلية بكام أقول له حاضر ما تخضنيش يلا بينا نلعب يبقى أنا هنا بسطت الأمور بمزاج شديد فأنا عايز بقى إيه الكل يركز معايا ونشوف إيه الحكاية طيب بص يا سيدي وأنا بلعب هنا كده أول حاجة عنده الدمج مع إيه بص كده هقول له إيه واحد ممكن نحلعه على ثلاث أجزاء كده يلا والله ما مزع لك أهو أهو عنده التوصيل أو توصيل توصيل X مع إيه مين اللي بقى مجزق لما وصل مع إيه بص كده أنا قفلت الدائرة كده كده بقى كأن مين اللي متوصل على التوازي بقى كأن الجالبان ومتر الغالبان اللي فوق ده بقت معا مين R1 هي اللي شغالها معه أدي طرف أهو أبو موجب والطرف أبو سالي بتصل معا مين مع النقطة إيه بقت R1 هي اللي متوصل على التوازي مع الجي يبقى إذن RS1 بتساوي R1 بكم هو عايزة جميل الIG بخمسين ميلي أمبير والRG بخمسين أوم جميل اللي أصبح أقصى طيار I1 بكم بخمسة وعشرين وخمسة من مية أمبير بقيت عارف دي أقول له حاضر G على I بتساوي S على RS زائد RG ألعب بيدي تمشي تمشي ألعب بالRS مباشرة تمشي RS بتساوي IG RG على I ناقص IG الاتنين يمشي الاتنين يمشي طب أنت عايز تمشي مع مين فيهم همشي مع الاتنين لا همشي مع واحدة واحدة تعال نشوف كده تعال نشوف كده همشي مع الRS1 دي RS1 ها اللي هي R1 IG معلومة RG معلومة I معلومة الله 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 ده بقى كله جاهز يبقى R1 هتساوي أعوض على طول شفت بقى يبقى أنا اخترت دي ليه أمشي معاه الأول ها عشان ها عشان طريقة جميلة تعال نشوف مع بعض ها IG بكم خمسين ميلي أمبير خمسين في عشر سنة 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 السنة يعني خمسة من ميلي أهم فيه الRG بكم بخمسين قوم على يبقى IG ها خمسين ميلي خمسين في عشر سنة سنة السنة بخمسة من ميلي فيه RG بخمسين على اي اللي بكام بخمسة وعشرين وخمسة من مية ماله ناقص اي جي اللي هي بكام بخمسة من مية جميل خالص شوف كده الدنيا بقت شكلها ايه تعالى نشوف هنا خمسة وعشرين وخمسة من مية ناقص خمسة من مية بخمسة وعشرين فوق تتبع اتنين العلامة بعض الرقم من اومو جاب واحد بقت ناقص واحد يبقى بقت اتنين ونص على خمسة وعشرين يبقى اتنين ونص على خمسة وعشرين اوم يبقى دي ار وان بواحد من عشرة اوم جميل جميل ولو لعب تبدي حتطلع تعالى نشوف بقى الحالة التانية ده توصيل اكس مع بي مع بي المطب التالي اللي وقع فيه ايه بعض ايه الطلاب ايه قال لك تبقى ارتوه يا المجزة اقول له لا ده كده اصبح لتنين دول بص الطريق ده بقى مفتوح بقى لتنين من اللي على التوالي دول مع بعض المجزة اهو بقى كده بقى متوصلة معها ارتوه وموصلين بالطرف اللي عندي اللي تحت يبقى ار وان زائد ارتوه هم دول المجزة الجديد والاي الجديدة بقت كام قال لي اصبحت طيار يصل الى خمسة وخمسة من مية خمسة وخمسة من مية امبير يلا بنا نلعب يلا بنا نلعب يبقى نقول له ار اس تو بتساوي ار وان زائد ارتو ثانية نكتب القانون ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي زائد اي جي بس كده يبقى اذا ار وان زائد ارتو اللي هما ما كان ار اس بتساوي اي جي اللي هي بكم خمسة من مية ما تتخضوش في ار جي اللي هي خمسين على اي نا اس اي جي اي نا اس اي جي او عطل اخباط وتفكروا دي زائد اي بقت كام خمسة يا حلاو طيب وراح ادي راح ادي بقت هنا خمسين على الخمسة فيها العاشر عاشرة في خمسة من مية بخمسة من عشر يبقى مجموع دول بقى كام بقى خمسة من عشر طب ما انا عارف ار وان بواحد من عشر يبقى واحد من عشر زائد ارتو بخمسة من عشر يبقى اذا ارتو بكام باربعة من عشر شفت الجمال ولا اي اشكال يبقى اذا المجزء في الحالة التانية بقى مجموع المقاومتين وكنا بنسمي الاميطر دا زمان زي ما انا قلت من شوية اميطر متعدد المدى يعني بلعب بمدى عن طريق اختيار مجزء من جوه طيب ثالثا حتة اللي جاي بقى عند توصيل اكس مع سي سطوب بقى ار اس الجديدة بقوا التلاتة هما المجزء يبقى دي جلجي لهو ولما جيت وصلت بقوا التلاتة ارات مع بعض هما المجزء ار وان ار تو ار تلاتة يبقى بتساوي ار وان زائد ار تو زائد ار تلاتة طبعا انا عارف ار وان وار تو بكم بخمسة من عشر لسه جايب وار تلاتة من الدهان يبقى بكم بثلاتة من عشر يبقى مجموع دول ثمانية من عشر وبقى معلومة الار اس يبقى اللعبة بقت بسيطة نقدر نلعب بنفس القانون او بالقانون دا نلعب تلعب كما تشاء يلا بنا نلعب بده بقى يلا اي جي بكام بخمسين ميلي امبري يعني خمسة من مية على الاي كلية اللي انا عايزها اللي هي اي تلاتة بتسوي ار اس الجديدة اللي هي تمانية من عشرة على تمانية من عشرة زائد ار جي ار جي بكام بخمسين يبقى نقدر نقول دي تمانين حدري عندنا حاجة مفيش هنا ونضرب في مية ونضرب في مية بقت هنا خمسة وهنا تمانين على الخمسة فيها الواحدة على الخمسة فيها الستاشر يبقى اذا اي تلاتة في ستاشر بتسوي دول يبقى اي تلاتة بتسوي خمسين وتمانية من عشرة على ستاشر هتساوي تلاتة صحيح ومية خمسة وسبعين من الف امبير اظن كده بقت في منتهى الجمال هزبط دي تاني في الحال محدش يبعد بعيد ويركز تاني تركيز شديد ويشوف وانا بعيد ها انا عندي هنا تلات مقاومات كل واحدة نازل منها نقطة مصمار توصيل وفي عندي الطرف الاول من الجلفانومتر المتصل به قطب الموجة لمدخل الطيار والطرف التاني بالقطب السالب لمدخل الطيار كده انا موصل دول بالجلفانومتر على طول كده اشتغل كجلفانومتر مفيش حد معا مفيش حد معا اول مأفل اي مفتاح من دول يبقى انا دخلت مقاومة حيطة من دول توازي فأول مرة هدخل R1 بقى المجزق هو R1 بس يبقى المجزق معلوم اسمه R1 بكام هنجيبه وقال لي أصبح الطيار كذا يبدأني الـ I كلية وأنا عارف الـ IG والـ RG أقدر أجيب الـ R مجزق اللي هي RS تاني مرة هقفل كده يبقى أنا دمجت مين دمجت الاتنين دول مع بعض المقاومتين دول مع بعض كمجزق واحد يبقى المجزق في الحالة التانية هو R1 زائد R2 والعبت عليه حطت مكان المجزق المجزق RS بسوى IG RG على أي نقص IG وحطت مكان RS R1 زائد R2 وعوط وجبت الـ R1 زائد R2 بنص خمسة من عشرة طب أنا عارف R1 بواحد من عشرة يبقى R2 باربعة من عشرة تالت مرة وصلت بـ C أصبحت تلات مقاومات التوالي هما مجزق مع بعض وبالتالي بقى المجزق بسوى مجموعة تلاتة جبت المجزق الجديد بقى المجزق معلوم والـ IG معلومة والـ RG معلومة عايز الآي كلية جبت الآي كلية أظن كده بقت المسائل في منتهى المزاج ولا يوجد أدنى إشكال طب تعال نعمل بقى إشكال عايزين المسائل اللي فيها وجع قلب تعال نشوف وجع القلب بيقول إيه إيه ده بقى ده هنا الدائرة اللي عند دي لا إشكال فيها إيه دائرة كهربية من مقاومة عشرة أم تتصل على التوازي مع مجزق مع فولتوميتر من أبو خمسين أم وعندما مر بالدائرة طيار شدته ستة من عشرة أمبير انحرف مؤشر الجلفان والفولتوميتر إلى نهاية تدريبه ده هنا محتاجة تترسم تترسم يبقى أنا عندي هنا في الدائرة دي بص كده معي أدي إيه أدي مقاومة بكم بعشرة أم وصلتها مع مين وصلتها مع فولتوميتر تعال يا عم فولتوميتر أهو على التوازي مقاومته كم ده خمسين أم إيه جارة ولما مر بالدائرة طيار شدته طيار الكلي بقى إيه الكل ستة من عشرة أمبير هل هو اللي ماشي فوق لا هل هو اللي ماشي تحت لا ده طيار الكلي هيجي هنا ويجزع حبة فوق وحبة تحت هو حر دي أول حاجة انحرف المؤشر في الحالة دي الفي اللي هنا اللي أراها هي الأقصة طيب أقصة انحرف للفولتوميتر هي اللي هسميها في جي أقصة انحرف قبل ما عدله اهو احسب قراءته حين إز في اللحظة دي احسب ده أول لعبة تعال نلعب مع دي نلعب مع دي فرق الجهد اللي هنا ده في جالفانومتر أو فولتوميتر بيساوي ايه بيساوي الطيار اللي داخل فيه الار داش للمجموعة لأننا عارف الطيار الكلي وعارف مقاومة اللي فوقه مقاومة اللي تحت أجيب المقاومة الكلية طيب الطيار بي كان بستة على عشر ما نتخدش فيه المقاومة الكلية مقاومة انت وازي ضربة على المجموعة عشرة في خمسين على عشرة زائد خمسين عشرة زائد خمسين بستين على الستة فيها الواحد على الستة فيها العشرة جميل خالص طلعت النتائج ايه بص معايا كده خمسين في عشرة بخمسمية خمسمية على مية بخمسة طلعت بخمسة فولت دي قراءة الفولتميتر في الحالة الاولى وهي VG لان قال لي ده اقصى انحراف قال لي هندلعه ايه قال لي ووزه وص الملف في الفولتميتر بعد ذلك على التوالي مع مقاومة كبيرة منهم وكذا يعني كأنها ايه مضاعف جهد RM حيبقى فولتميتر محترم كبارة احسب اقصى فرق جهد ايه واقول له ما تخدنيش انا بقى عندي الجهاز كالقاتي بقى الفولتميتر ده سيب المقاومة اللي فوق دي زي ما هي ادي الفولتميتر اهو حطيت معا مقاومة كبيرة RM ودي مين RG بقى ده جهاز بي اس فرق جهد كل VTotal بكام بيساوي VM زائد VG طيب ودي الR اللي فوق مش مشكلتنا هنا طيب انا عشان اعرف ده مش لازم احسب الطيار اللي كانوا اخدوا الجالفانومتر الاول ووصل بيه الاقصى انحراف اه اقصى طيار كان بياخدوا ويوصل الاقصى انحراف هنسميه IG هاوتو تحسبوه IG IG هتساوي الVG اللي احنا حسبناها على RG مقاومة الجالفانومتر او الفولتومتر اولا اولا وهنا اقصى فرق جهد اولا جميل اقصى فرق جهد كان كام خمسة عالم قاومته كام خمسين النتج بكام بواحد من عشر يلا بق يبقى V توتل بتساوي IG مضروبة في الRG زائد الRM يلا نلعب يبقى واحد من عشر فيه RG بكام بخمسين حطيت مضاعف بكام يعني هربض 4950 مجموعة دول بخمس تلاف خمس تلاف واحد من عشر بخمسمية خمسمية فولت خلصت ودي جات في مصر تسعة وتسعين دور تاني تعال نشوف طلبات اخرى لابناء الاحباء على اجهزة القياس عشان كده بقول لكم انا بقال الاتصالات عشان اخد كم كبير وكل افكاركم ولو في حاجة ايه طلبت بعد كده ناخدها برضو تبعتها لتاني تعالوا نشوف كده مع بعض ايه ده دايرة كبارة شبه ما سبق تماما وجات في مصر 2001 دور اول بنقول دايرة كهربية بها مقاومة سبتة ماشي اهي مقاومة سبتة بكم بستة اوم وصل بين طرفيها فولت ميتر شبه اللي فاتت تماما شبهها تماما اوعى تتخط فولت ميتر مقاومته كان بس هنا من ابو 30 اللي فات كان من ابو 50 ما تتخطش وعندما مر بالدائرة طيار شدته اتنين من عشرة امبير دا الطير الكل انحرف ما ينحرف ووصل مؤشره الى نهاية التدريج يبقى اول فيهاية هاخدها هنا معايا هي اقصى فيه يبقى هي الفي جي قبل ما عدله طيب اللي فاذا وصلت مقاومة من ام واربعة واربعين يبقى الخطوة التانية اهو ادي امو 6 وادي الطيار الغلبان هو وهنا بقى حوصل ادي الفي ابو 30 ام هحط معامو قومة كام امو 144 ام 144 ام كأن دي مضاعف رم وده من رجي وتعدل من جالفانو متري بي اس فارجهد لي الاسم في جي الى فولت ميتر جبار بي اس اكبر مقدار قال لي ايه ومر بالديرة نفس الطيار فما قراءة المؤشر فما قراءة المؤشر وما اقصى فارجهد ممكن نقيسه في هذه الحالة اقول له ما تتخضش في حاجات هاجبها لم يطلبها عشان انا اللي محتاج ايه اول حاجة الطيار اللي ماشي هنا حبة فوق هيمر في المقاومة وحبة تحت هيمر هنا هو اللي هيمر تحت ده هو الاي جي انا محتاج وحاصل الضرب بالطيار الكلية في المقاومة الكلية هو الفي جي يلا نجيب الفي جي حتساوي ايه ركز معايا حتساوي الاي كلية مضروبة في الار مجموعة حتساوي اتنين على عشرة في ها المجموعة دي مقاومتين ستة في تلاتين على ستة زائد تلاتين ولا تتخض دول كده بستة وتلاتين على الستة فيها الستة وعلى الستة فيها الواحد على الستة فيها الواحد على الستة فيها الخمسة خمسة في اتنين من عشرة بواحد يا السلام واحد فولت ارقام جميلة طيب وبعدين انا جبت الفي جي اقوله الاي جي حتساوي الفي جي على الار جي هتساوي واحد فولت على تلاتين اوم خليها زي ما هي ببركتها كده امبير يبقى انا جبت دول هحتاجهم بعد كده قال لي لما وصلت ام واربعة واربعين ديت ومر بالدائرة نفس الطيار فما قراءة المنشل فيها زي الحالة انا هقول له الفيداش عند دمج ام ومية اربعة واربعين هتساوي ايه مر نفس الطيار يبقى الطيار هو هو في الارضة بلداش للمجموعة كلها ينهر ابيض ايه المجموعة كلها اه طب ركز بقى معايا دول مقاومتين توالي بثلاتين ومية اربعة واربعين بمية اربعة وسبعين تحت وفوق بستة يبقى المقاومة الجديدة هتبقى ها الاي دي بثنين على عشر فيه المقاومة ستة فيه مية اربعة وسبعين اللي هو المجموعة لتحت على ستة زائد مية اربعة وسبعين ما تتخضوش الارقام بتلعب ايه الارقام محسوبة لان احنا عاملينها ايه بدماغ ها بتحسب كل حاجة دول بمية وتمانين على الستة فيها التلاتين راحت جميل يبقى هنا بقى الناتج عندك الاتي بقى فوق اتنين في مية اربعة وسبعين على التلاتين هتطلع بواحد وستاشر من مية ها فولت دي قراءة الجهاز لسه اللعب بقى يقول لي ما اقصى فرق جهد اقول له باس احنا بنلعب مع الجالفانومتر اللي تعدل ادي الارجي وادي الار ام اوعو تتخضو ادي الار جي بكام بتلاتين الار ام بكام بمية اربعة واربعين هو ده الجهاز الجديد هو ده الجهاز الجديد هيخش له طيار اسمه ايه اي جي هتبقى فيه كلية بتسوي ايه اي اقصى فرق جهد هيسوي اي جي في مجموع الارتين ارجي زائد ار ام يلا نلعب يلا نلعب الاي جي انا جبتها في الحساب السابق فاكرين بكم بواحد على تلاتين ولا تتخض فيه مجموع الارتين مية وتلاتين زائد مية اربعة وارب تلاتين زائد مية اربعة واربين مية اربعة وسبعين حضرب بقى مية اربعة وسبعين على التلاتين تمام هتطلع بخمسة وتمانية من عشر فولت نقدر نقسم مية اربعة وسبعين على التلاتين فعلا الله طلعت المسألة في منتهى المزاج بلم الافكار من تاني قال لي عندي جالفان ومتر عندي مقاومة ستة ام وصلت معها فولتوميتر على التوازي ومر طيار في الدايرة اثنين من عشر امبير مش هيعد فوق ولا هيعد تحت انما هيجزق حبة فوق وحبة تحت طيب قال لي ده انحرف هيقرى فرق جود فرق جود بتاعه هو على التوازي بيساوي فرق جود لفوق بيساوي فرق جود للمجموعة يبقى في للفولتوميتر هي في للار هي في للمجموعة حتساوي اي كل في ار مجموعة جب تربط الاي كل في ار مجموعة طلعت الب اللي ده انحرف لأقصى انحراف يبقى ده عبارة عن ايه عبارة عن في جي اقصى فرق جود في البداية جميل اقسم ال Voor جي دي بقى على أرطه تديني الاي جي جبتها بواحد على تلاتين وركنته قال لي بقى لما حطت مقاومة هنا يبقى قراءة الجهاز كام في الحالة دي هقول له حاضر فرق الجهد هيبقى كام فرق جهد للمجموعة دي كلها هيسوي الطيار الكل في مقاومة المجموعة طلع واحد وستاشر من مية فولت قال لي شكرا طلو طيب لان مجموعة قال لي ده اعتبرته جهاز واحد عشان الناس ما تخدشه لي عايز فرق القراءة بتاعت ده ماهو ده لما يتحول من جالفانو متر الى فولت ميتر بقى التدريج يقرأ الفي كلية التدريج بقى يقرأ ايه الفي كلية لان فيه ناس اتلخبطه في الحتة دي قال لي اوجد القراءة في اللحظة دي الجهاز الجديد تدريجه بقى يمثل الفي كلية بكم جبناها قال لي ما اقصى في اسها اقصى في اسها اي جي في مجموعة الارتين وجبناها واضح ان المسائل هنا النهاردة في منتهى المزاج وبتدخل دماغكم بدون ازعاج طيب تعالوا نشوف مع بعض كده ايه ده واحدة واحدة انا جاي بكل المستويات وكل الطلبات ليه عشان محدش يتخط ازاي بص كده معايا حتة الايه القسم الواحد اكلمت عنها في الجالفانومتر وتحويله الاميتر هتكلمان في الجالفانومتر وتحويله الفلتومتر فما نتقدش فلتومتر مقاومته كذا يقول لها عد لعد لعد وكان نسميه فلتومتر أقول له سميه كما تشاء لكن انا سميه فيما يأتي فيه كاء انت هتحوله يقصفرجه يبقى هو كانجالفانو متر وحول الفولتوميتر انت هتخليه استيار يبقى هو كانجالفانو متر وهيبقى اميتر كنت مسمي الاول كما تشاء سميه زي ما انت عايز احنا هنعتبرهž كأنه كانجالفانو متر وهعدله الى اميتر هعدله الى ايه الى اميتر اذا هنا نعتبر زي ما قلت دلالة القسم قبل التعديل تمثل الفي جي وهنحوله يسفر جهده اكبر ودلالته بعد التعديل تساوي فيه كلية كيف يمكن استخدامه ليدلة على كذا اقول له ندمج مضاعف جهد ار ام على التوالي مع الار جي حيسوه يلا نلعب بقى نلعب اقول له في جي على في بتساوي ار جي على ار جي زائد ار ام نلعب بيدي نلعب بيدي يلا في جي بكام دلالة القسم كانت واحد من عشر على واحد بتساوي ار جي ام خمسمية على ام خمسمية زائد ار ام بس كده نضرب طرفين ووسطين هقول هنا على واحد من عشرة فيها الواحد هنا فيها العشر نضرب دول في بعض كده عشرة في خمسمية بخمسمية بتساوي ها واحد في خمسمية زائد ار ام يبقى ار ام بتساوي حان اللي بنقص خمسمية نقص خمسمية يبقى اربعة تلاف وخمسمية اوم جميل واحد يقول لي عايزين نحسابها بطريقة تانية ار ام بتساوي في نقص في جي على اي جي بس كده بس خلي بالك هنا بقى انت عندك الفي جي وعندك الار جي يبقى الاي جي هتجيبها على جنب اولا اي جي بتساوي ها في جي على ار جي هتساوي في جي بكام بواحد من عشر على خمسمية بواحد على الف بواحد على خمس تلاف يعني تطلع باتنين في عشرة والصناقص اربعة طب تعالى نلعب تعالى نلعب يبقى الار ام بتساوي في بكام بواحد نقص واحد من عشر على اي جي بكام با اتنين في عشرة والصناقص اربعة دي بكام ها بتسعة من عشر تسعة من عشر على اتنين في عشرة والصناقص اربعة هتطلع بوجة باربعة عشرة والصموجة باربعة في تسعة من عشرة بتسعة تلاف تسعة تلاف على اتنين باربعة تلاف وخمسمية نجيبها كده نجيبها كده هي كده طيب جميل جميل طيب نشوف اختها الصغيرة اللي جنبها نشوف هنا جلبانه متر مقاومته خمسة اون يقيس اقصى طيار ماشي قدره كذا احسب اقصى طيار لو وصلته بمجزء كذا جميل ده انا هحوله الى ايه تحويله الى اميتر يقيس طيار ثم احسب مضاعف الجهد اللي يخليه يسفر الجهد كذا يبحوله الى فولتوميتر اقول له حاضر تحويله الى اميتر احسب اقصى طيار حلعب يا اما بقانون المجزء يا اما بقانون الحساسية وانا حر جميل تعالى نلعب بالاثنين نلعب بالاثنين ر اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي ر اس بكم بواحد على عشر حتساوي ال اي جي بكم عشرين ميلي امبري يعني اتنين من مية فيه ال ار جي بكم بخمسة على ال اي اللي هو اي ها اقصى طيار هو عايزه ناقص اي جي بكم باثنين من مية جميل خمسة في اتنين من مية بواحد من عشر واحد من عشر فعشر بواحد يبقى اذا واحد حيساوي اي جميل ناقص اتنين من مية يبقى ال اي بتساوي انقل دي نحيا دي بالموجب يبقى ال اي بتساوي كام واحد زاد اتنين من مية بواحد واتنين من مية امبير ده اقصى طيار عايز لجيبها بالحساسية يبقى اي جي على اي بتساوي ار اس على ار اس زاد ار جي اي جي بكام باثنين من مية على اي مجهولة بتساوي ار اس بكام بواحد من عشر على واحد من عشر زاد خمسة يا السلام بقت فوق واحد من عشر وتحت ايه خمسة وواحد من عشر يبقى الاي بتساوي حاصل الضرب ده على واحد من عشر يبقى الاي بتساوي خمسة وواحد من عشر في اتنين ها بعشرة خمسة وواحد من عشر في اتنين من مية على واحد من عشر جميل خالص اقدر اخلي دي كده واشيل العلامة مع العلامة اتنين في خمسة واحد من عشرة اتنين في واحد باتنين اتنين في خمسة بعشر بقت فيه هنا كام بعشرة واثنين من عشر على عشرة بواحد واثنين من مية نجيبها كده نجيبها كده هي كده وانا قصد العب معاك بالارقام بدون الى وبدون كالكعة في الحسابات طيب عايز احوله بقى كفولت ميتر طيب يبقى انا هستخدم ايه يستخدم ها مضاعف جهد على التوالي اخو بيقول لي اسم محسب مقدر المضاعف ليعمل على قصف الرجود اقصى اقول له حاضر ار ام بتساوي في فرجود كله نقص في جي الاديم على اي جي الله ده انا طلعت محتاج الكلام اللي حسبته من زمان اللي هو مين الاي جي اللي انا كنت لعب عليها اي جي بكام اهي جميل والفي جي اللي هي اي جي ار جي اللي هي حصل الضرب ده اي جي ار جي اللي هي خمسة في اتنين من مية اللي هي بواحد من عشر يبقى نلعب هنا حقيس خمسة يبقى خمسة نقص في جي اللي هي اي جي ار جي اللي هي بواحد من عشر اللي هي نضرب كام ها اتنين من مية في خمسة على اي جي بكام عشرين من مية اه عشرين من الف يعني اتنين من مية بس كده هيطلع عندي كام خمسة دي تبقى اربعة ها خمسة نقص واحد من عشر باربعة وتسعة من عشر على اتنين في عشر نقص اتنين نقص اتنين تطلع بموجة باتنين يبقى فوق كام مية في دول بقى اربعة تلاف وتسعة بربعمية وتسعين على اتنين تطلع بكام ربعمية وتسعين على اتنين بمتين خمسة واربعين اوم جميل طيب المسألة التالتة اللي هي مسألة تنفع بقى اميتر وفولتوميتر في التنفع بعض فمش مشكلة نحل حلنا اختها هنا جالفانو متر مقاومته اربعين اوم واقصى طياري ايسو عشرين ميلي امبير اوجد مقاومة المجز لقياس اللازم لتحويله الى اميتر يقص طيار اقصى كذا واذا وصل ملف جالفانو متر بمضاعف احسب اقصى فرجود يعني تحويله الى اميتر وفولتوميتر خدناه نحل سريعا باكد يلا يبقى هنا عايز المجز يبقى تحويله الى اميتر عايز المجز يبقى خش على المجز على طول الار اس بتسوي اي جي ارجي على اي نقص اي جي جميل اي جي بكام بعشرين ميلي امبير يعني اتنين من مية في ارجي بكام باربعين على اقصى طيار هيقصوا كام ميت ميلي امبير ميت ميلي امبير يعني واحد من عشر امبير نقص اتنين من مية كلام جميل خالص يبقى فوق اربع في اتنين بتمانية ها والاعلامة بعد رقمين تبقى تمانية من عشر عالم دول كده عشرة من مية نقص اتنين من مية يبقى تطلع بتمانية من مية تمانية من عشر لتمانية من مية بعشرة قوم يبقى المجزة اللي عندي بعشرة الى فولت ميتر يبقى هنا الى اميتر هعمل ايه هوصل الجالفانومتر بمجزة على التوازي هو شرحت طيب واذا وصل بمضاعف كذا احسب اقصى فرق جهده قوله فيه بتساوي اي جي في مجموع الاتنين ار جي زائد ار ام بتساوي اي جي بكم باتنين من مية ار جي بكم باربعين زائد دي بكم ميتين وعشر بقى دول بميتين وخمسين ميتين وخمسين في اتنين بخمسمية على مية بخمسة يبقى خمسة بولت طيب تعال نخش بقى على المعلم الميتر بقى اللي فيه شغل محتاج مننا شغل كتير ناخد لنا كم مسألة عن أوم ميتر سريعة هنا بيقول لي في الدائرة دي دائرة أوم ميتر وضح الغرض من وجود المقاومة المتغيرة وعشان كده قلت هتكلم على بعض النظر في الجالفانومتر هنا لما جيت أوصله بالبطارية 1.5 فولت وانا كنت عارف بيانات الجالفانومتر أقصى طيار 400 ميكرو أمبير ومقاومته كذا لو وصلته مع البطارية دي الطيار طلع بكام الطيار طلع ب6000 ميكرو أمبير 6000 ميكرو أمبير آه يعني أكتر من الربعمية آه 15 مرة معنى كده إن معنى كده إن لو وصلت ده بالبطارية مباشرة ها هيمروا طيار أكبر من تحمل الجالفانومتر فحسبنا المقاومة الكلية اللازمة طلع الـ 3750 آه أنا عندي منها 250 ممكن أحط مقاومة عيرية شيء للباقي ويوصل الطيار إلى نهاية تدريج الطيار اللي هو بداية تدريج المقاومة ولكن نفرض إن البطارية هبطت شوية والمقاومة عندي سبتة يبقى إذن المؤشر مش هيبقى عندي صفر فاخترت إن أنا حط مقاومة عيرية أقل شوى 3000 وأخد مقاومة ريوستات أقدر بيها أتحكم في موضع المؤشر على التدريج بحيث هيبقى عندي 3000 زائد الـ 250 زائد حتة من الـ RV اللي تزبط لي إيه المؤشر على نهاية تدريج الطيار يبقى إذن لو أنا استخدمت الدايرة كده وقفلتها ها وواخد صفر RV الطيار هيبقى أقل طيب خدت 100 200 300 الطيار هيبقى أقل يبقى أنا هقفل الدايرة واحدة حرك الزالق وتحكم في المؤشر المؤشر ما كانش عند نهاية تدريج الطيار كان عند جزء ما كده أو ما إيه أقل الزالق ريوستات أقول له خد حبة صغيرة من الريوستات ها فطال يزيد 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 لحد ما يوصل لمين نهاية تدريج الطيار يبقى أوضح الغرض من المقاومة المتغيرة التحكم في الطيار المار في البداية قبل دمج مقاومة أو المقاومة المراد قياسها ليصبح المؤشر يدويا أنا هزبطه أنا بقى وأنا بتحكم بالزالق يدويا بالزالق اللي أنا هلعب عليه ها عند نهاية تدريج الطيار وصفر تدريج المقاومة لأننا عايز في البداية قبل ما أرى مقاومة لازم لا يشرب عند الصفر عشان أي حركة تبايا دي قيمة المقاومة تمام قبل القياس طيب اللي احسب القيمة المأخوزة من أقول له حاضر في البداية لازم تطريبه عند الآي جي حيساوي UVB اللي عندي على الآرات اللي عندي على مين على الآرات يبقى الدار اللي عندي مدين البطارية هل مديني لها مقاومة داخلية لا مدينيش أقول له حاضر يبقى RG ZRC ZRV Effective إيه دي يعني الفعالة يعني الفعالة يعني اللي شغالة يعني اللي شغالة يعني اللي شغالة يعني الحتة اللي أنا أخدتها من ريوستات الحتة اللي خاتها من الريوستاد يبقى هتساوي واحد ونص على RG بمتين وخمسين زائد RC بثلاث تلاف زائد RV فعالة RV افكتف كل ده بيساوي الـ IG بيساوي كم؟ ربعمية مايكرو أمبير يبقى ربعمية فعشرة الصناء الستة على واحد حضرب طرفين ووسطين وأزبط الأمور تعال نشوف كده مع بعض أو أقول المجموع ده على بعضه أهو متين وخمسين زائد 3000 يبقى 3250 زائد RV افكتف حيساوي حقسم الواحد ونص على الـ 4000 فعشرة وصماء ستة يعني على الـ 4 فعشرة وصماء سربعة تطلع 3750 يبقى إذن RV بتساوي 3750 نقص 3850 بتساوي 500 أوم يبقى أنا هنا قدامي شبابنا الأعزاء خمس دقايق وأحل فيهم آخر المسائل اللي اخترتهم لكم وكل يصح صح معايا وهزبط الحل على قد الطايم بإذن الله تبارك وتعالى للمسائل اللي تعجبكم قال لي هنا مسألة على الأوم ميتر هيا بنا نلعب ايه ده ايه ده ده تدريج تدريج ولا تهريج ده ده أنا عندي تدريج مقاومات ها في R1 R2 R3 R4 وهنا حاطط لي R ستوب ها وإذا تدريج الطيار كتب لي I بالمايكرو أمبير ها 400 300 200 ديرو ماشي بيقول لي بقى إذا كانت المقاومة الكلية للأوم ميتر كذا دي مين دي 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 R اللي بيتكلم عليها ايه اللي تخليلي لما المؤشر بتبقى دي R وصل إلى نهاية تدريج الطيار احسب وحسب 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 اقول له ما تخوفناش يبقى هقول له خلي بالك I G اللي عندك بتساوي V B على R أوم ميتر الداخلية اللي انت مدهاني يبقى معنى كده ايه معنى كده N V B هتساوي IG في R اوم ميتر هتساوي الـ IG بكام الدهان هنا بكام بربع مية مايكرو يبقى في عشر وصناق ستة امبير في الارض بكام 3750 انها تكتلع بواحد ونص فولت الله هو ما طلبهاش ما هو مش هيطلبها لكن غصب عني محتاج له احسن قيم الدول بقى اقول له حاضر عند R1 يعني معناها انا ضفت مقاومة R1 يبقى اقول له I2 بتساوي LVB على الار أوم ميتر داخلية زائد الار المضافة اللي هي R1 جميل الـ I2 الدهاني بكام ب300 يبقى 300 في عشر الصناق الست على واحد بتساوي واحد ونص على 3750 زائد R1 هاختصر أبدا ولا تتخض هنا على الثلاثة فيها المية وهنا على الثلاثة فيها الخمسة من عشر جميل بالراحة كده مية يعني عشر قصة موجة باتنين والسالب ستة سالب باربعة تنزل تحت بموجة باربعة في نص بخمس تلاف يبقى 5000 بيساوي 3750 زائد R1 يبقى إذا R1 بتساوي 5000 نقص 3750 يبقى R1 بتساوي 1250 جميل المرة التانية وصل المؤشر إلى النص هنا قد رحل بمجرد النظر الطيار قال للنص المقاومة زادت للضعف يبقى أنا ضفت قد المقاومة الداخلية 3750 ولازم تطلع 3750 يبقى A3 بتساوي VB معلومة على R أم ميتر زائد R2 و R2 هتبقى دي لأن الطيار نزل للنص يبقى بتساوي 3750 اللي بعدها الطيار بقى بمية يبقى A4 بتساوي كام 100 ف10 الصناق 6 على 1 بتساوي 1.5 على R أم ميتر زائد R 3 وتطلع R3 هضرب طرفين ووسطين هتطلع بـ 11150 وكده تبقى تزبطت جميل هنا حطي لأ R4 وصدها كام كتدريج 0 بقى R4 دي ما لا نهاية آخر حاجة معاي ايه ده ايه اللي انت عامله ده ده رسم لي رسمه كده وبيقول ايه اوجد الام ميتر ووجد قوة دفع اقول حاضر هنا ال IG وهنا المقاومة المضافة بتسعة كيلو اوم بس خلي بالك كده التدريج المتقسم واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى ادي ايه ها ربع اتنين خلي بالك معاي بالنسبة لتدريج الطيار ده ربع تدريج الطيار وده نص تدريج الطيار وده التلاتة ربع يبقى هقول IG بتساوي ال VB على R اوم متر ته و I2 بتساوي VB على R اوم متر زائد تسعة تلاف تسعة كيلو اوم بس خلي بالك ال I2 دي بكام ربع I1 يعني ربع دول ربع في ال VB على ال R اوم متر يا السلام حشيل البسط مع البسط يبقى عندي تحت اربعة R داخلية بتساوي R داخلية زائد تسعة تلاف الله لا نلقل دي بالماقص بقى 3R داخلية بتسعة تلاف يبقى R داخلية بتساوي 3000 اوم يا السلام R داخلية بتلات تلاف اوم يلا بينا نلعب هنا نلعب هنا ال VB بتساوي IG في ال R اوم متر ال IG طلعناها بكم بربع مية مايكرو في ال R اوم متر بتلات تلاف هتطلع بواحد ونص فولت وهنا اكون وصلت الى 19 مسألة على اجهزة القياس اليوم ان شاء الله كان لي عمر في الحلقة القادمة ابدأ معكم الفصل التالت الحث الكارومغناطيسي وكان معكم اليوم علي اسماعيل وكل عام وانتم جميعا بخير اشتركوا في القناة